السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة اسرع الوصفات اليوم ان شاء الله سأقدم لكم وصفة من اقوى وانجح الوصفات لتبييض وتفتيح لون البشرة هذه الوصفة تعالج الاسمرار او تخفي وتعمل على اخفاء الاسمرار خاصة الاسمرار الناتج عن اشعة الشمس ايضا اذا كان هناك كلف او هالات سوداء فانها تعالج هذه المشاكل كلها ايضا هذه الوصفة مع المدومة واتباع الخطوات خطوة بخطوة سوف تقضي وتعالج التجاعد اذا كانت موجودة والخطوط في الوجه بالنسبة لهذه الوصفة فيها ثلاث خطوات مهمة ورئيسية جدا في نجاح هذه الوصفة الخطوة الاولى هي خطوة او مرحلة التقشير تقشير البشرة بالنسبة للتقشير سيكون من مرة الى مرتين في الاسبوع اذا كانت البشرة دهنية نستعمله مرتين في الاسبوع اما اذا كانت البشرة جافة نستعمله مرة واحدة في الاسبوع المرحلة الثانية والخطوة الثانية هي مرحلة عمل الماسك نستعمله من ثلاث حتى اربع مرات في الاسبوع اذا اردنا نتيجة قبل العيد نستعمله يوميا حتى يوم العيد وستلاحظون نتائج رائعة ان شاء الله والمرحلة الثالثة هي مرحلة الترطيب وهي مهمة جدا في نجاح الوصفة سنقوم بالترطيب يوميا حتى لا نستفادى اي مشاكل اخرى ان شاء الله قبل ما ابدأ في طريقة تحذير وعمل هذه الوصفة او هذا الماسك او القناع اتمنى منكم احبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد اكبر عدد من الناس ايضا اتمنى من الذين اول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وسأحاول افادتكم بانجح الوصفات واكيد انتظر اراءكم وتعليقاتكم الجميلة نبدأ الان في عمل الخطوات او المراحل اول مرحلة نقوم بها هي مرحلة التقشير بالنسبة قبل التقشير نأخذ فقطة نضعها في ماء دافئ ونعصرها ونضعها على الوجه من ثلاث حتى اربع دقائق حتى تفتح المسامات ثم نقوم بعملية التقشير سنحتاج في التقشير اول المكون بالنسبة لهذا المقشر من ارواع وانجح المقشرات للبشرة نحتاج اول شيء الى ملعقة من الارز او الرز المطحون يكون مطحون بهذا الشكل من تقريبا مثل السكر حبيباته لا تكون ناعمة مئة بالمئة ثم سنحتاج الى اضافة تقريبا ملعقتين من الحليب السائل بهذه الطريقة نخلط جيدا المكونين مع بعض بهذا الشكل ونترك الخليط تقريبا عشر دقائق حتى يعطي الارز مفعوله في الحليب بعد استعمال الفوطة على الوجه ناخذ كمية من الخليط بهذا الشكل ونقوم بتوزيعها على البشرة ونعمل حركات دائرية بهذا الشكل لاحظوا الحبيبات هذه الحبيبات هي التي تعمل على تقشير الوجه حركات دائرية خفيفة برغوص الأصابع بهذا الشكل نقشر الوجه بالكامل بهذه الطريقة ونترك المقشر من عشر حتى ربع ساعة على البشرة وبعدها نقوم بغسله وتنظيفه جيدا وبعدها نأتي إلى مرحلة عمل الماسك الذي قلت نقوم بتطبيقه من ثلاث حتى أربع مرات بالأسبوع سنحتاج في هذا الماسك إلى القهوة القهوة السريعة الذوبة أو القهوة العادية أو البن العادي نأخذ تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من القهوة بهذا الشكل نضيف تقريبا مقدار ملعقة من الحليب السائل أو ملعقة ونصف ونخلط جيدا حتى تذوب القهوة ونخلط جيدا حتى تذوب القهوة بالكامل ثم سنحتاج إلى إضافة مكون ثاني أو ثالث وهو عسل النحل ضروري جدا عسل النحل نضيف تقريبا ملعقة صغيرة من عسل النحل أي نوع عسل النحل المهم أنه يكون عسل النحل أصلي ونخلط جيدا المكونات مع بعض كل مرة نضيف فيها مكون نقوم بخلطه جيدا حتى يذوب ويتجانس مع القهوة ثم سنحتاج إلى إضافة مكون آخر وهو زيت جوز الهند ضروري جدا زيت جوز الهند إذا لم يتوفر ممكن نضيف زيت الزيتون أيضا إذا لم يتوفر ممكن نضيف زيت الجليسيرين أو زيت الورد نضيف تقريبا ملعقه صغيره من زيت جوز الهند نضيف تقريبا ملعقه صغيرا من زيت جوز سنقوم مثلا اذا كانت البشرة لا تتحسس من عصير الليمون ممكن اني اضيف قطرات من عصير الليمون يكون احسن ومفعول الوصفة يكون اقوى او عصير البرتقال خاصة الناس الذين عندهم تجعيد في الوجه نخلط جيدا المكونات مع بعض بهذه الطريقة حتى نتحصل على ماسك بهذا الشكل ثم نأخذ كمية من هذا الماسك ونطبقها على البشرة بعد تقشير الوجه نضع طبقة بهذا الشكل ونقوم بعمل حركات دائرية بهذا الشكل نترك هذا الماسك على البشرة تقريبا نصف ساعة نصف ساعة ونسترخي اثناء هذه الفترة وبعد مرور نصف ساعة نقوم بغسل وتنظيف الوجه شيدا بالماء الدافئ واي غسول موجود في البيت وبعدها بالماء البارد ونقوم برش تنر ماء الورد يكون بارد على الوجه ونكرر هذه الوصفة من ثلاث حتى اربع مرات بالاسبوع وبعدها تأتي مرحلة الترطيب بالنسبة للترطيب مهم جدا في هذه الوصفة او اي وصفات اخرى بالنسبة للترطيب امسح بخلط ملعقة من جال الصبار في علبة صغيرة زجاجية نضيف لها ملعقتين من زيت الجليسيرين او ملعقتين من زيت جوز الهند او ملعقتين من زيت الفيتامين اي او الافيتامين ا ما يسمى الفيتامين ه نخلط جال الصبار مع هذا الزيت او الفيتامين جيدا ونقوم باستعماله يوميا في الليل وفي الصباح نقوم بغسله هذه هي الوصفة لليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل أنتظر قراءكم وتعليقاتكم شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته